مساء خير يا برات. ان شاء الله بازن الله دي مراجعة على المنطق كده بازن الله. ماشي بان التانية سنوي. دي حاجة سريعة. وان شاء الله تتيجي الاسئلة اسهل من كده وبالتوفيق يا رب بازن الله. بيقول لي هنا قضية بعض الطول. فلاسفة ليسوا علماء. بتصلح في القياس ان تكون. ايه? مقدمة كبرى مقدمة صغرى نتيجة? ولا ايه عام اللي انت عملت قوله ده رأت على ما حطت لك الاول قواعد القياس. لازم تعملي كده فيه. وانت قاعدة في مسوات ده بره. انت عملي الاشكال دي عشان تعرفي الجاوبي من غير الدول. انت مش هتعرفي الجاوبي. طيب الراجل ده بيقول لي بعض الفلاسفة ليسوا علماء. هي فين دي? اه هي. في الشكل الرابع. جزئية سالبة. هي بقى تبقى مقدمة صغرى ونتيجة. واقرر الاختيارات واقول لنفسي. مع اصل القياس ما ينفعش اطلع نتيجة من سالب وما ينفعش اطلع نتيجة من جزئيتين. يبقى شكرا. يبقى انا هاخدتها مقدمة صغرى ونتيجة. طيب. كافة البلاد التي تفتقر وجود الانهار وبتطلع على البحار بتقوم بعمل مشروعات لتحليط المياه. ده بيشيل الى ان هي واحد فيهم. استدلال? لا. لان الاستدلال انا بطلع من حاجة عارفها الحاجة انا مش عارفها. طيب حاجة استنباطية? لا. لان النتيجة فيها مش يقينية قوي. تمام? تعميم? اه. بس كلي مش احسائي. لان الاحسائي ده انا بعمل احسائية على حاجة معينة. انما ده كلي. لان دي كل البلاد اللي عندها ما عندهاش انهار عايزة تقوم بتحليط مياه البحار. عشان الدنيا تمشي معيهم. تمام? تمام. اذا كانت نتيجة القياس صحيحة من الشكل الاول كلية مجابة. فالحدود المستغرقة هتبقى ايه? حد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. ها? لو النتيجة هتبقى كلية مجابة هي فين? ها? اما نكتب اهيه? كلية مجابة. هيبقى مين انه مستغرق? لا حدين. هيبقوا مستغرقين. تمام? لان انا قلت الاستغرق في الاقترم الاولين ان انا بستوفي كل الشروط في القضايا. شمول الحكم على كل لافراد الموضوع. تمام? طيب. فئة من الاطباء بيفشروا في اجراء العمليات الجراحية. بسام طبيب. يبقى بسام لا يجيد اجراء العملية الجراحية. دي بقى بتشير الى ايه? حجة استقرائية ولا استنباطية ولا قضية ولا تعميم. لا هي استقرائية. طب ليه استقرائية? عشان دي حاجة يقينية. لان الرجل بيقول لك ناس كتير من الاطباء ما بيعرفوش يعملوا عمليات جراحية. طب بسام طبيب. يبقى بسام فعلا ممكن ميبقاش بيعرف يعمل عمليات جراحية. يبقى انا كده متأكد منها انما لو استنباطية هيبقى فيها احتماد استدقاء. طيب. معظم الطيور بتطير ولها اجنحة. الزباب بيطير وله اجنحة. يبقى ممكن يكون الزباب من الطيور? ممكن. بتبقى صحة برضو. يبقى حجة استقرائية برضو. تمام? تايم. اذا اتفقت مقدمات القياس خلاص. اللي من الشكل الاول في الكم واختلفت في الكيف بتكون النتيجة. ارجع اعمل تاني. اتفقت في الكم اللي هي الكمية. اختلفت في الكيف. يبقى النتيجة هتكون ايه? كلية سالبة. اهم. لان هما متفقين في الكم. مختلفين في الكيف. يبقى لازم في كل الاحوال في القياس ان انا حط دول قدامي. تمام? طيب. كل التجار ليسوا خائنين. كل البائعين ليسوا تجار. يبقى كل البائعين ليسوا خائنين. لأ سوري يبقى كل البائعين ليسوا تجار. هو هنا عايز يعرف ايه الخطأ في القياس ده. اولا لا يوجد حد اوسط. تمام? ثانيا لا نتاج من سالبتين. يبقى ده الخطأ. ان ما فيش حد اوسط. لان انا حرجع واقول الحد الاوسط اهو كل التجار او مبلاش كل الطلاب ناجحون. اهو الحد الاوسط. ماشي? يبقى حرجع اقول كل فصل مسلا تانية تاني اهو طلاب ايدي حد اوسط. موضوع في المقدمة الكبرى محمول في المقدمة الصغرى ما بشوفوش في النتيجة. يبقى كل فصل. تانية تاني ناجحون. هو هنا عمل كده. ده ما عملش كده بقول لي كل التجار ليسوا خائنين كل البائعين ليسوا تجار كل البائعين ليسوا تجار. لأ طبعا حد الاوسط ما بينزلش في النتيجة. وهنا هو مش ظاهر وما فين سالبتين. يبقى الهازم اعرف كده. انه ممكن يجيب هالي في اختيارات ويقولي انا عايز اعرف ايه الخطأ في ده. تمام? دي مراجعة على التعميمات. الحجة الاستقرائية. لان هو ده اللي عندكم. التعميمات. الحجة الاستقرائية. القياس. وبالنسبة للفلسفة. راجعنا المزاهب ورجعنا تعريف الفلسفة السياسية والفرق بينهم بين علم السياسة. تمام? وهقوله تاني مش مشكلة. ان علم السياسة بيوصف الظاهرة عشان يشرحها للناس اللي هتشتغل. فلسفة السياسة بتحلل الظاهرة عشان توصل للنتيجة. عشان نمشي على القواعد الصح ونعالج المرض السياسي اللي موجود. يا يا رب بالتوفيق. ولو فيه اي سؤال من اي بنت في اي حاجة. يبعتولي اللي معاهم رقمي. اللي معاهم الفيسبوك بتاعي. اللي معاهمش ياخدوه. ايه عند ميسهبة على الجروب بتاع السنوي. انا تحت امركم في اي حاجة.